شيخ ميز كنا نحكيه على ليبيا وعلى ذكر ليبيا بعد خروجك من الوزارة كنت من أبرز المرشحين لخلافة المبعوث الأممي إلى ليبيا لم يكن فيه السيد خميس الجناوي والله أنا أتصل بي من قبل الأمم المتحدة والعديد من الممثلية الدول الأجنبية يقولون لي أن اسمي طرحة أول من طرحة لتولي هذا البلف هو اسمي وبطبيعة الحال أنا طلبت منهم بيش يتواصلوا مع الحكومة التونسية ووزارة الخارجية وفعلا تم التواصل مع الحكومة ومع وزارة الخارجية ولكن يبدو أن بلدي اختار أنه يساند مرشح أجنبي اللي هو سيد وزير خارجية اللي هو وزير خارجية وديبلوماسي يعني مقتدر وله كفاءة كبيرة وأنا كنت أتمنى أنه ينجح في هذه المهمة لكن نريد في مبيان خارج قالوا أنه تونس يساند المرشح الجزائري هذا شيء أنا بصراحة الموضوع هذا أنا لم أسعى ولن أسعى إلى تولي أي منصب هذا أعتقد فيه أولا شرف للديبلوماسية التونسية وإذا كان اختاروا مرشح تونسي واقترعوا مرشح تونسي هذا ليس فقط لي شخصي هذا يعني أنهم يعرفوا السياسة التونسية توجه القضية الليبية تونس ليس لها أهداف الهدف الوحيد متاعنا هو إرجاع السلام ما حز في نفسك هذا كمان مش تقول لي لي ما حزش في نفسك أنه بلادك ما تكونش داعمة لك لهذا المنصب شوف شوف طوانتي هذه بديهيات بديهيات عمدي خميس شوف لا لا شوف شوف بديهيات أما نحب نقول لك الخاسر الكبير هو تونس لأنه تخيل أنت اليوم رئيس البعثة في ليبيا هو ديبلوماسي تونسي خميس جيناوي ولا حد آخر تخيل الإمكانيات التي ستمك تفتح إلى تونس أولا في قضية أن تونس ستكون مركز القرار ديبلوماسي وهي عوض في مجلس الأمن تخيل تونس عوض في مجلس الأمن ورئيس الجمهورية معناها ستكون له اتصالات وكل دول العالم تتصل به حتى يكون له تأثير مباشر على القضية الليبية وتوجه القضية الليبية هذا إبعاد ممنهج حرب تخرج كليا على المنظومة والله أنا أتساءل أنا مش فهم مش فهم عليش على كل كيما قلت لك أنا أحز في نفسي شي طبيعي ولكن مش بالنسبة لي سيبا فيتال أنا إنسان عندي تجربة لبسها ليا قمت بكاريير ممتازة بديت من كاتب شؤون الخارجية وصلت وزير الخارجية اليوم أخذيت أكبر نشان منها للجمهورية التونسية الوسام الأعلى للجمهورية لكن يقعد أكبر نشان هو وقت اللي الواحد يخدم البلاد ويقعد يخدم البلاد ودونك فرصة ما لونك يحز في نفسك اليوم أصبح من الأقرب تعيين وزيرة خارجية غانا سيبقى أنا تتيل لا ما نجحش ما نجحش ما نجحش ما نجحش لأنه هم الناس أذومها مش بيلوجوا على خميز جيناوي هم بيلوجوا على بلد معناها يعني يمكن أن يساعد القضية الليبية يلوجوا على دبلوماسي هذا يعرف الملف وخلفيات الملف يعني اقترحوا يبدو يبدو ما نجحش ما عنديش معلومة ثابتة ما نتنت ما عنديش معلومة ثابتة واسمها مطروح وتمنى أنه تنجح هي ما عنديش حتى مشكلة معها ولكن ولكن معناها أنا اللي همني أنه في تونس جاتنا فرصة باش نكونوا هذا أعلى هذا أعلى منصب أممي تتوله تونس منذ المنجس اللي الله يرحمه مشهول يصار مشهول يصار سلاسيخ مايس مشهول يصار عد المرة الجاية أنت صدعي الأطراف الأخرى وكل مشهول يصار لك أنا تحبني كصحفي تحبني كصحفي أن يكون عندي معلومات الكواليس أنا نسأل في معلومات ما تعرش عليش أنا خارج طوال الكواليس للأمور الرسمية وما عنديش على التعلم اللي نعرف أنه تم الاتصال بي بصفة رسمية من الجانب الأممي ومن بعض السفرات مشهول السفرات كل وقيل لي أن اسم تراو ما تروح يعني ما كانش ثابت معناها 100% لأنه متعرف بصفة رسمية من الجانب الأممي لكن هم ثابت لك أن تونس رفضت فيسكو ما تعديتش فيسكو قالوا معناها شككو شككو قالوا واحدة معناش مرشح قالوا واحدة معناش مرشح يعني شوف سيليس سمحني عادة بالنسبة هذه المناصب يعني رؤساء دول ورؤساء الحكومات تتكلم رؤساء دول أخرى ورؤساء الحكومات وتطلب وتدفع وتضرب على الطاولة هذا الكل ومسارش هذا الكل ومسارش ترجمة نانسي قنقر